أعلن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط وأوضح المكتب الأممي أن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها لتنفيذ عملية عسكرية نزوح متكرر يحرم المدنيين بقطاع غزة من البقاء على قيد الحياة فبسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية أعلن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا أن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط المكتب الأممي أوضح أن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها مشيرا إلى أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء وأنه لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقودت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس كما أن استمرارا عدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني وهي معبر كرم أبو سالم قود جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على التواقم الطبية المنهكة في القطاع وتمهيدا لحملة تهجير جديدة طلب جيش الاحتلال من سكان الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس إخلاؤها كي ينفذ ما سماها عملية قوية بالمنطقة وإلى الجنوب من خان يونس تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المناطق الشمالية من المدينة واستقصف عنيف في الأجزاء الغربية الأمر الذي أدى إلى عمليات نزوح جديدة يضطر الكثير من أهالي غزة للنوم في العراء لعدم وجود خيام تأويهم كما لا يجد المرضى والمصابون منهم وسائل كافية للعلاج في ظل إخلاء الجيش الإسرائيلي للمستشفيات واقتحامها واستهدافها بالقصف في بعض الأحيان